بعد أعوام على تسيير أول دورية أمريكية روسية مشتركة في سوريا تنفض على ما يبدو هذه الشراكة إثر تصاعد الأحداث شرق سوريا خط التماس بين قوات التحالف وقوات الأسد وروسيا وإيران ومن معهم من ميليشيات القرى السبع عند مدخل مدينة دير الزور الشمالي تشهد توترا عسكريا كبيرا مع تزايد إرسال القوات الروسية مقاتلين إلى تلك المنطقة وسحب إيران بعض ميليشيتها من هناك وإنشاء نقطة عسكرية للفيلق الخامس الذي يتبع للقوات الروسية بشكل مباشر فيما عززت الميليشيات الإيرانية نقاطها على الضفة الغربية لنهر الفرات بمدينتي الميادين والبوكمال وفق مراسل حلب اليوم من الممكن والاحتمال الكبير جدا بل أيام القادمة أنه راح نشوف اشتباك أو مناوشات عسكرية خصوصا للقرى السبعة التي تسيطر عليها روسيا وبعض الميليشيات الإيرانية طبعا هذه السبع قرى هي مقابل حقل كونيكو التي تتخذ منه قوات التحالف الدولي هي قاعدة عسكرية طبعا وجود سواء قوات روسيا أو الميليشيات الإيرانية هو تهديد وخطر على قوات التحالف المتواجدة بهذه المنطقة بالمقابل أرسلت تحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مناطق التماسي بريف دير الزور الشرقي عند القرى السبع بالتزامن مع إزالة الألغام من الحقول المزروعة في الخط الفاصلي بين مناطق سيطرة التحالف وقسد ومناطق سيطرة السلطة الأسد وحلفائها في قرية خشام وفق مصادر خاصة لحلب اليوم قبل أيام اتهمت واشنطن موسكو بانتهاك بروتوكولات الطيران والعمليات الجوية المعمول بها في سوريا وصفتها باللامهنية لخرقها بروتوكولي منع التصادم في سوريا فيما أكدت موسكو أن القوات الروسية سجلت في يوم واحد تسعة خروقات من جانب القوات الجوية التابعة للتحالف الدولي جميعها في المنطقة المغلقة أمام الرحلات الجوية على خلفية إجراء مناورات روسية سورية مشتركة شمال سوريا